قبل ما أبتدي أحبائي خلين أعطي شوية خلفية عن هذا الموضوع في جموع كثيرة تبعت الرب يسوع المسيح وأغلب الجموع كانت من منطقة الجليل وبالتحديد كانت حول بحير الطبرية كان فيها أكثر فيها تسع مدن بالتحديد وأكثر من متين قرية وطبعا لما بنقرأ بالأنجيل سواء بشارة متة أو مرقص أو لوقة بنشوف أن الجماهير ازدحمت حول الرب يسوع وجاءوا من لبنان من صورة صيدة جاءوا من منطقة من ولاية سوريا جاءوا من الديكابوليس من المدن العشرة المدن اللي هي حاليا في الأردن وحتى جاءت ناس من منطقة بعيدة من اليهودية من منطقة أورشليم ومن الضواحي فكانت الجماهير مزدحمة حول الرب يسوع المسيح كثير من هاي الناس كان عندهم حب استطلاع حتى يعرفوا من هو هذا النبي المشهور اللي الجليلي اللي بيعلم هذا التعليم الفريد واللي بيصنع هذه المعجزات الخارقة فجاء البعض ليستمع فينتفع وجاء البعض الآخر ليستمع فينتقد وجاء البعض أو كثيرون من الناس جاءوا ليستمعوا فيستشفوا لأنه كان تعليم وعمل يسوع المسيح دايما فيه شفاء وطبعا من بين هذه الجماهير في ناس اللي كانت تمتحن يسوع المسيح واللي كانت بتشك في يسوع المسيح وفي ناس اللي جاءت حتى تنتقد وفي ناس أو الأغلبية الصاحقة هم البسطاء المساكين اللي فعلا جاءوا ومثل النحل الذي ينجذب إلى العسل هكذا انجذبوا إلى جمال وكمال ومثال الرب يسوع المسيح هذه الجماهير كانت فئات مختلفة متدينين على اختلاف أنواعهم الصدقيين اللي يعتبروا العقلانيين والفرسيين اللي بمارسوا الشريعة بالحرف الواحد بالنقطة الواحدة وعندك الغيرين اللي كانوا فعلا باشتهروا حول مناطق الجليل هي جماعة الثوار اللي ضد الرومان وعندك فئات أخرى اللي كانوا في مناطق أخرى باليهودية مثل السينيين والهيرودسيين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة